الحمد لله ما رأيناه من تسجيلات وصور بلغتنا وبلغتكم من الجنوب التركي والشمال السوري تعلق بهذا الزلزال يعني يجعل الإنسان المسلم المؤمن المرتبط القلب بالله عز وجل يجعله يتذكر يوم القيامة كيف وهذا الذي رأيناه كان في منطقة واحدة من العالم فكيف باليوم الذي يقول عنه الحق سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده كيف والحق سبحانه وتعالى يقول عن نفسه إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون طيب قبل انتظار يوم القيامة كيف بك الآن لا نقول أن ينهار العمار التي تسكنها لكن قد يأتي زلزال في حياة الشخص نسأل الله العافية قد تنهار صحته كان اليوم آمنا يعمل غدا مشلول لا يستطيع الحركة قد تنهار أسرته يبيت في أسرة والغد يصبح في أسرة مفككة قد تنهار معنوياته قد ينهار الأمر الذي يحيط بحياتك ما الذي خلفه هذا الزلزال بالنسبة لك هل تذكرت به ربك عز وجل هل دعوت لإخوانك هل اجتهدت لكي يكون بناء إيمانك قويا لا ينهار بسبب زلازل الفتن من الشهوات والشبهات أسأل الله عز وجل يبصرنا بعيوبنا وإن يجعلنا من الذين إذا خوفوا بآياته خافوا ورجوا رحمته عسى أن يختم لنا ولكم ربنا سبحانه وتعالى بالصالحات يزاكم الله خيرا ورحم الله إخواننا أينما كانوا السلام عليكم ورحمة الله